ناس كتير من مستخدم خطوط الهواتف الذكية في مصر تفاجأوا بوجود عدد من الخطوط المسجلة بأسمائهم دون معرفة أي شيء عنها وده ممكن يعرضهم للمسألة القانونية خاصة إذا تم استخدام الخطوط دي في أعمال مخالفة للقانون وعلشان كده إحنا هنعرفك إزاي تعرف خطوط المحمول المسجلة بإسمك وإنت قاعد في البيت للتفاصيل تابعونا بالفيديو ده هنعرض لكم إزاي تعرفوا عدد الخطوط المسجلة بأسمائكم في شركات المحمول من خلال الهاتف الذكي وبدون الذهاب إلى فروع خدمة العملاء والتصرف الصحيح في الحالة دي وفق ما أعلن عنه جهاز تنظيم الاتصالات المصرية أولا من خلال تطبيق ماينترا ففي أواخر عام 2021 أطلق الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات تطبيق تفاعلي جديد لمستخدمي التليفونات الزكية سواء الأندرويد أو الأيو اس يحمل اسم تطبيق ماينترا بيقدم عدد كبير من خدمات جهاز الاتصالات دون الحاجة للتواصل مع خدمة العملاء أو زيارة أفرع شركات الاتصالات من الخدمات اللي بيقدمها التطبيق ده خدمة أرقامي اللي بتتيح للمواطنين معرفة عدد الخطوط المسجلة بأسمائهم في شركات المحمول الأربعة وده من خلال الرقم القومي فقط وحتى تتمكن من معرفة عدد الخطوط المسجلة باسمك في شركات المحمول الأربعة العاملة في مصر يجب عليك اتباع الخطوات الاتئية أولا تحميل تطبيق ماينترا سواء لأجهزة الأندرويد أو الأيو اس وهو متوفر بشكل مجاني عبر متاجر الأنظمة المختلفة للهواتف الخطوة الثانية هي تسجيل مستخدم جديد عن طريق ملء البيانات الشخصية للمستخدم زي الاسم ورقم الهاتف والبريد الإلكتروني ورقم القومي ووضع كلمة مرور سرية هيتم رسال رسالة بها كود تفعيل على الرقم اللي قمت بالتسجيل من خلاله قوم بإدخاله حتى تتمكن من إنهاء تسجيل المستخدم وبعد كده قوم بالدخول على التطبيق واختيار خدمات الأفراد واختيار خدماتي وفي النهاية اضغط على أرقامي هيطلب منك إدخال رقم البطاقة ثم الضغط على استعلام وهيظهر عدد الخطوط المسجلة باسمك في كل شركة من شركات الاتصالات الأربعة بعد معرفة عدد الخطوط المسجلة إذا كان هناك خطوط غير معلومة فيجب في الحالة دي التوجه لأحد فروع شركة المحمول وإعطاء المواضح بطاقة الرقم القومي ومعرفة رقم المحمول واتخاذ الإجراءات اللي انت عايزها سواء قاف الخط أو استمرار وحسب الحالة وشركات الاتصالات الموجودة في مصر زي بودافون وأورنج واتصالات واوي بتحاول السيطرة على عملية بيع الخطوط دون بيانات لأن الأمر ده تسبب في حصول الفرد الواحد على عدد من الخطوط بشكل غير رسمي وما زاد الأمر تعقيدا هو أنه بعد الحصول على الخط اللي كان بيباع على الأرصفة وداخل عربات المترو بيتم الاتصال على خدمة العملاء لتسجيل البيانات الشخصية وده كان سبب في تسجيل البعض للخطوط بأسماء ناس تانية لأن الخطوة الأساسية في التسجيل هي إدخال رقم البطاقة وفي حالة معرفة بطاقة أي شخص يمكن بسهولة التسجيل بيها وبكده يكون الفرد الواحد بيمتلك عدة خطوط دون أن يعرف علشان كده يجب التأكد من أن عملية التحديث نجحت في إلغاء كل التسجيلات الوهمية بدلا من تحمل مشاكل بدون زنب ترجمة نانسي قنقر